عداً تفتح أبوابها مجدداً أمام الوفود الدولية في تحول يؤشر إلى بداية انحسار العزلة القصرية المفروضة على المدينة منذ أربعة أعوام ففي زيارة لم يعلن عنها من قبل وصل نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاكتلى على رأس وفد يضم رؤساء ممثلين لمنظمات إغاثية تركية الاهتمام الإغاثي والإنساني يغلب على زيارة الوفد التركي لكن البعد السياسي لم يغب عن هذه الزيارة في ظل الإشادة التي حظيت بها تركيا من جانب رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري الذين التقى كل منهما على حدة بالوافد التركي رفيع المستوى رئيس الوزراء أكد حاجة بلاده إلى دعم تركيا في قطاعي الصحة والتعليم والمشاريع الاقتصادية والخدمية التي تمس بدرجة رئيسية احتياجات المواطن وتعكس للمجتمع الإحساس الفعلي بالانتقال إلى مرحلة التعافي من جراء نتائج الحرب فيما بحث الوزير الميسري مع الوفد التركي التعاون المشترك بين البلدين في المجال الأمني والتأهير والتدريب والتجهيز وتفعيل اللجنة المشتركة في وقت أكد فيه المسؤول التركي أن اليمن يحظى دائما بحرص واهتمام القيادة التركية ولفت في هذا السياق إلى صدور توجيهات مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان بتكليف فريق تركي للتواجد في اليمن لدراسة ورصد أهم الاحتياجات التي تتطلب تدخلا إغاثيا وإنسانيا سريعا على الصعيد ذاته كانت عدا محطة لزيارة عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد في اليمن أونطونيا كالفو بوريتا وضم الوفد السفير الفرنسي كريستين توستو ونائب السفير الهولندية جاف فانزيوم والمستشار في السفراء الألمانية تانجاروي وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها سفراء من الاتحاد الأوروبي مدينة عدن منذ أن أعلنها الرئيس هذه عاصمة مؤقتة للبلاد حيث هيمن عليها الاهتمام الإنساني وجد دول زيارة يعنى بالاطلاع على الاحتياجات الإنسانية والتنموية في ظل الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال مراقبون رأوا في زيارة كهذه تعبيرا عن انفتاح من نوع خاص تجاه الحكومة الشرعية ودعما لا يخفى لوجودها على الأرض بعد أن اقتصرت زيارتهم على صنعاء الخاضعة للحوثيين خلال الفترة الماضية تضم عدن أكبر موانئ البلاد وأكبر مناطقها الحرة على نحو يكرسها كفضاء اقتصادي واعد لليمن ومحط اهتمام المجتمع الدولي بالمدينة بعد أن بقيت لسنوات مجالا لنفوذ دولة واحدة أغرقتها في الفوضى والعنف وعدم الاستقرار